الشرق الأوسط أصبح نقطة توتر شديدة وهو حرفيا فوق فواهة بركان قد يثور ويشتعل ويشعل أسرع في المنطقة في أي لحظة وذلك أسرع مما قد يتخيل أي شخص في هذا العالم الصامت على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين على مدار أحد عشر شهرا كاملة ارتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم ممنهجة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة في الضفة الغربية في القدس في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة ودون أي راضع في حرب إبادة جماعية بكل ما تعنيه الكلمة من معاني سواء إنسانية أو قانونية ومع استمرار مشاهد القتل والتجويع وانسداد الأفق أمام الحلول الدبلوماسية تزداد مخاوف تمدد الصراع في ظل حكومة يمينية متطرفة في إسرائيل بقيادة بن يمين نتنياهو والتي لديها إصرار على الذهاب بالمنطقة إلى طريق لا عودة سياسة الاغتيالات الإسرائيلية لقادة الفصائل الفلسطينية ولقادة ورموز حزب الله اللبناني وسدف المنشآت الإيرانية هي دليل قاطع على الرغبة المعلنة من حكومة بن يمين نتنياهو لاستمرار هذه الحرب ولتحقيق مكاسب خاصة في المقابل تواصل إيران تهديدها لتل أبيب بعد انتهاك أراضيها واغتيال إسماعيل هنية في تهران فيما يواصل حزب الله اللبناني حجماته ضد القواعد العسكرية الإسرائيلية واتقف جماعة الحوثي بالمرصاد للسفن الغربية والسفن الإسرائيلية عند مضيق باب المندب في الداخل الإسرائيلي تتعالى الأصوات التي تطالب بإنهاء انتظار الانتقام الإيراني بل والمبادرة إلى الهجوم على تهران وعلى حلفائها في عموم المنطقة على المستوى السياسي قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بيتسليل سموتريش إنه من الخطأ انتظار هجوم إيران وحزب الله وطالب الجيش الإسرائيلي بأن يكون أكثر عدوانية وأكثر استباقية على جميع الجبهات وضرب واستداف المنشآت النفطية الإيرانية في هذه المنطقة لا شيء إطلاقا يدعو للتفاؤل الحلول الدبلوماسية لا تجدوا أي آذان مصغية الحرب الشاملة قد تكون أقرب مما نتخيل وإذا اندلعت فإن جميع الأطراف ستخسر لكن المخرج الوحيد والمخرج الآمن الوحيد بكل تأكيد هو التفاوض الدبلوماسي والسلام